السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء وبنات تلاب الصف الأول الثانوي الفني جميع النوعية في مادة الرياضيات والوحدة الثالثة حساب المثلثات احنا خلصنا وحدتين الأسس والجزور واللغرات مات وهنبدأ ان شاء الله النهاردة على مدار حلقتين هناخد حساب المثلثات هناخد ايه في حساب المثلثات هعرفك يعني ايه زاوية موجهة ازاي تقدر تقيس الزاوية بطريقتين او قياسين القياس اللي انت كنت عارفه في المرحلة الابتدائية والاعدادية اللي هو الستيني اللي هو بالدرجات لما كنا بنجيب المنقلة هنعرف السنة دي قياس جديد اسمه القياس الرديان هيكون بايه بالرديان اللي هو بنسميه القياس الدائري طيب بعد كده هناخد الدوال المثلثية وهناخد الدوال المثلثية الخاصة وهنختم بازاي نعمل ايه نحل المثلث معنى حل المثلث يعني ايجاد العناصر المجهولة فيه زي ما احنا عارفين المثلث هيكون ليه ثلاث اضلاع وثلاث ايه زاوية طيب تعالوا نبدأ مع بعض نعرفك يعني ايه زاوية موجهة وازاي تترسم ودعالا نشوف مع بعض الزاوية الموجهة في وضع قياسي ما معنى كلمة في وضع قياسي في وضع قياسي يعني ايه يعني رأصها يقع في نقطة الاصل رأصها يقع فين في نقطة الاصل طيب والضلع الابتدائي الضلع الابتدائي اللي هو ينطبق على الاتجاه الموجب لمحور السينات الاتجاه الموجب لايه لمحور السينات تمام اللي هو عندي الشعاع ووالف وووباء طالما حقق الخاصيتين دول او الجزئتين دول ان الرأص يقع على نقطة الاصل والضلع الابتدائي اللي هو ووالف ينطبق على ايه على الجزء الموجب لمحور السينات في الحالة دي اقول ان الزاوية دي في وضع قياسي وكتبها ازاي اقوله بين قوسين ووالف وووباء ووو ايه باء طيب كده عرفت الزاوية في وضع قياسي هرسمها لك تانية هون عشان تخلي بالك ايوه ادي المحورين نقطة الاصل هسميها واو وهجيب الضلع الاول على محور السينات هسميه واوالف والضلع الثاني هسميه واوباء خلي بالك احنا ماشيين كده ركز معايا جدا بقى في عندي اتجاهين مع عقارب الساعة وضد عقارب الساعة فين اللي مع عقارب الساعة لو جبتلك الساعة معاك اوه ده اللي مع عقارب الساعة بيمشي كده وده اللي فوق ضد عقارب الساعة ضد عقارب الساعة وده مع عقارب الساعة عشان نبقى احنا فاهمين ايه وده الساعة قدامك ايه بتمشي ايه من لحد اليمين او اليسار يبقى انا عارف لما يكون اوقف عند النقطة دي انزل امشي يمين يبقى مع عقارب الساعة مشيت يسار ضد عقارب الساعة تمام ايه اللي احنا محتاجينه قالك احنا دايما ايه بنمشي شوف انا عندي هنا ايه ضد اقارب الساعة يعني يمشي من عند واو الف ويصل الى واو با الزاوية دي بسميها زاوية موجهة في ضلع قياسي في وضع قياسي طيب بعد ما عرفت الزاوية فيه عند القياسين الستيني والدائري اللي قلت لك عليهم ياريت تثبت معايا بيقول لي ايه با القياسي الستيني اللي هو بالدرجات القياسي الستيني اللي بالدرجات واحد درجة يسوي ستين دقيقة رمز الدرجة اللي هي دائرة صغيرة دي ورمز الدقيقة اللي هي شرطة واحدة اللي هي ايه شرطة واحد طيب واحد دقيقة يسوي ستين ثانية تب الثانية اللي هي شرططين يبقى القياسي الستيني ماله في عندي درجات ودقائق وثواني جميل اوي القياس الدائري اللي هو بالرديان في عندي علاقة هتربط الكلام ده بيقولك الزاوية بالرديان يعني ها دال يسوي لام على نق يسوي لام على نق طيب انا هوري لك الرسمة تانية عشان تزبط معايا انا هرسم لك الدائرة وهرسم لك الزاوية النصف القطرية دي وهجب لك يعني ايه طول القوس ويعني ايه نصف القطر يعني الزاوية تعال اشوف كده معايا ادي الدائرة ادي المركز ده اسمه نصف قطر وده اسمه نصف قطر ده اسمه نصف قطر وده اسمه نصف قطر المسافة اللي بينهم دي اسمها طول القوص وهنرمز له بالرمز لام طول ايه القوص طول القوص جميل الزاوية دي هي الزاوية بالرديان هاء دال هاء ايه دال يبقى انت كده عرفت نصف القطر وعندك طول القوص وعندك ايه الزاوية بالرديان طب الزاوية بالرديان دي بتسوي ايه قالك هنقسم طول القوس على نق هنقسم ايه طول القوس اهو يبقى الزاوية بالرديان هتساوي طول القوس الذي تحصره هذه الزاوية على طول نصف قطر الدائرة طيب بيقول لي هل في علاقة بين القياس الستيني والقياس الدائري ايوة العلاقة في المعادلة دي سين درجة على مية وتمانين تساوي ها دال على طاق ها دال على ايه على طاق جميل اوه طيب لو انت محتاج سين درجة هتعمل ايه هتضرب الاتنين اللي قصد بعض وتقسم هنا يعني انا ممكن اقول لك ايه انت بتقولي العلاقة دي سين درجة على مية وتمانين تساوي ها دال على طاق خلي بالك طاق دي النسبة التقريبية اللي هي ايه تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة انا محتاج سين درجة يساوي اضرب الاتنين اللي ببعض خليهم فوق يبقى مية وتمانين في ها دال على طاق طيب انت محتاج ها دال يعني الزاوية بالايه بالدائري يبقى هتضرب الاتنين في بعض يبقى سين درجة في طاق على مية وتمانين لاحظ كده حاجة الطقوة المية وتمانين بيتغير وضعه بيتغير ايه وضعه مرة لما اجيب الزاوية بالدرجات خل المية وتمانين فوق ولو عايز الزاوية بالدائري خل المية وتمانين تحت الطهية اللي فوق طيب جميل خالص يبقى كده عرفنا العلاقة التي تربط وحدات القياس الستين والدائري ايوه سين درجة على مية وتمانين يساوي هادال على طا طيب ايه هي الزاوية النصف قطرية استاذ ايه التعريف ده قالك هي زاوية تحصر قوسا طوله يساوي طول نصف قطر هذه الدائرة ادى عندي الدائرة هي والقوس ده يساوي نصف القطر اقدر اسمي الزاوية دي نصف قطرية يبقى في الحالة دي ايه الزاوية تسمى الزاوية نصف قطرية هرسمها لك تاني اهو يمكن الورقة الضبط هاي معاك ادي دائرة وادي نصف القطر وهاخد نفس المسافة دي هي نفس المسافة بتاع طول القوس يبقى نق 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 جميل اوي التلاتة دول بيساوي بعض حلو كده الزاوية اللي تطلح هنا هي تسمى زاوية نصف قطرية يبقى كده اقول له هنا دي الزاوية النصف قطرية الزاوية نصف ايه قطرية جميل اوي تعالى نشوف ايه هي الدولة المسلفية وازاي اجيبها باستخدام الحاسبة الالة الحاسبة هنا عندي ايوة الالة الحاسبة عندي هنا ايه هتكون عندي صاين ها اللي هي الجا وكوزاين اللي هي ايه الجتة والتان اللي هي ايه الزا دول اللي هما يكونوا موجودين عندي في الالة الحاسبة وهنعرف حاجة اسم المقلوبات برضو عشان ايه تبقى مزبط معايا الالة ازاي هتجيبها تمام طيب تعالى نشوف الدوال المثلثية وايجاد قيمتها بالالة الحاسبة جيب الزاوية اسمه جاهاء جيب الزاوية هاء ده بنسميه جاهاء اللي هو ايه يا استاذ قال لك واو دال شايف دال ده على المحور الصادي يبقى دائما ان الجاء هتبقى الاحداثي الصادي طيب جيب التمام اللي هي الجتها اللي هي على السينات هنقول واو جيم بيساوي السين على محور السينات ده على الاحداثي ايه السين طيب الظل اللي هو الظاوية الظل الزاوية اللي هو الجاء على الجتة يعني صاد على سين طيب تعالى بقى نشوف كده انا هرسم لك اهو احط لك نقطة كده عشان اقول لك اول حاجة الاحداثي السيني ده الجتة ده ايه الجتة والاحداثي الصادي هو الجاء يبقى انا عندي في المسقط الاولان السينات الجتة جيب التمام الزاوية والمسقط الثاني هو الجاء جيب الزاوية حلو خالص طيب الظل اللي هو ضا قال لك بيساوي الجاء على الجتة طيب انت عارف ان ده السينات وده الصدات يعني الجاء على الجتة يعني الصدع السين يا استاذ جميل خالص دول التلاتة اللي موجودين في الحاسبة تعال وريك مكانهم ادي عندي صين يعني جاء كوزين يعني جتة تان يعني ضاء دول التلات نسب الاساسية وليهم مقلوب بنقدر نجيبهم ونقول لك الطريقة بتاعتها جميل خالص طيب سمعت عن دائرة الوحدة ايوة اللي هي نص القطر بتاعها يساوي واحد هناك هتطلع بقى من في صغرص علاقة جميلة جدا ان سين تربية زائد صد تربية هيساوي واحد ودي هنقدر نستخدمها في حل التمارين احفظها لي بيقول لي ايه مربع السينات زائد مربع الصدات هيساوي واحد يعني تبشير السين وحط قيمتها اللي هي الجتة يبقى جتة تربيع زائد جا تربيع هيساوي ايه واحد ودي هتسكون متطبقة اساسية طيب انت قلت ان فيه تلاتة مش اساسيين بسميهم ايه مقلوبات الدوال الاساسية اول واحدة القطى اسمها قاطع تمام كلمة تمام دي عشان فيها تاء قاطع تمام الزاوية ها يساوي مقلوب الجا واحد على جا بنسميه قطى يبقى انا عندي في الحالة دي اسمه ايه اسمه قطى واحد على صاد وبشرط النصات طبعا لا تساوي الصفر لان اي حاجة في المقام ما تنفعش تساوي صفر طيب قاطع الزاوية اسمه قا اللي هو مقلوبه ايه جتة خلي بالك من حاجة مهمة جدا اللي فيه تاء مقلوبه ما فيهش تاء يعني قطى يبقى مقلوبها ايه الجاء والقاء ما فيهش تاء يبقى مقلوبها فيه تاء يبقى جتة والضطا فيها تاء يبقى مقلوبها ما فيهش تاء اللي هو الضا يبقى ظل تمام الزاوية اللي هو الضطا يساوي واحد على ايه على ضا يبقى انا عندي تلاتة من النسب الجديدة هضيفهم عندي هقولك النسب الاساسية اللي عندي وهضيف التلاتة عليهم اللي هم إيه النسبة الأساسية الجا والجتة والضاء هضف لهم تلاتة اللي هم مقلوباتهم القا والقطة والضطة تعال نشوف قادي الجا وقادي الجتة وقادي الضاء جميل تعال نشوف المقلوب بتاعه انت قلتنا يا أستاذ المقلوب إيه قال لك المقلوب القا الجا فيه تاء يبقى يطلع إيه قطة يبقى واحد على قطة طب الجتة مفهاش تاء يبقى واحد على قطة طب الضاء واحد على ضطة جميل أوي قادي الثلاثة الأساسيين وقادي ثلاثة مقلوباتهم الست نسب الأساسية اللي عندي تمام أوي طيب تعال نشوف إزاي نجيبها بالآلة أنا عايز جا خمسين درجة وعندي جتة تلاتين درجة وعشرين دقيقة وهجيب ضاء خمسين درجة مثلا وعشر دقائق وأربعين ثانية عشان تقدر تدخل في الآلة إزاي تعال نشوف التلاتة دول جا خمسين يعني صين خمسين مباشرة واكتب الناتج جميل طيب جتة تلاتين درجة وعشرين دقيقة هتدخلها يا أستاذ قال لك كزير التلاتين تنزل في عندي زرار في الآلة اسمه ثري كوما ثري إيه؟ كوما هتضغط عليه عشان يضف لك الآية الدقائق أقول له ثري كوما الكام عندي عشرين وأقول له يساوي طلعت عندي إيه؟ سالب أضغط عايز أحط عاملها تاني جتة كوزين تلاتين وأنا عندي الثري كوما وأحط معايا العشرين ثري كوما وأضغط يساوي طلع عندي كام فصلة تمانية يبقى لازم أضغط يساوي مرتين تمانية ستة تلات جميل أنت فعلا محتاج تعرف أن الجتة تلاتين اللي هي جزر تلاتة على اتنين كان تمانية ستة ست هو هنا ضفلي معاه طيب تعال نشوف الضاء اللي هي التان إزاي أدخل الدرجات والدقائق والثواني نفس الفكرة تان خمسين سري كوما وده أضغط معاه كام عشرة وقل له ثري كوما مرة تانية وقل له أربعين وقل له ثري كوما مرة تانية واضغط يساوي طلع عندي واحد فصلة واحد كذا كذا يبقى أنا عندي يطلع واحد فصلة واحد تسعة تسعة طيب إزاي تجيب الدواء المثلسية باستخدام الآلة لو كانت الآلة درجات فقط أو معها دقائق وإيه وثواني قلتلك في عندي إيه اللي هو ثري كوما الزرار اللي بيدخل لي الدرجات والدقائق والثواني جميل أول تعال نشوف حاجة مهمة جدا اللي هي الأربع ترباع اللي عندي بتاع المحورين بأسامولي المستوى إلى أربع أربع ربع الأول الثاني الثالث الرابع وهنعرف الزوايا الأساسية هنا ومقلوبتها إشارتها إيه وهنعرف الربع الأول ده منين لفين تعالوا نشوف نعملها واحدة جديدة خالص ونشوف على المحاور ونحط عليها إيه الأعداد هرسم لك محورين أهو هنا من أول الصفر وهنا الزاوية تسعين وهنا الزاوية مية وتمانين وهنا الزاوية معايا ميتين وسبعين وهرجع لتلتمية وستين جميل خالص الربع الأول ده الأول وهامشي عكس عقارب الساعة إبقى ده الثاني وده الثالث وده الرابع جميل حد يقول لي عكس عقارب الساعة زي الطواف حول الكعبة المشرفة هتلاقي إن هي بتمشي بالطريقة دي خلي بالك عشان ما تنسهاش طب الربع الأول إشارتنا إيه وهو من إيه اللي فين آه من أكبر من الصفر وأصغر من التسعين يعني أقول الزاوية ها أكبر من الصفر وأصغر من كام من تسعين أكتبها بالطريقة دي وممكن أكتب الفترة صفر وتسعين مفتوحة كده طب ليه ده ما خدش الصفر والتسعين أقوله دول المحاور ما ليش علاقة بيهم يبقى الربع الأول يبقى ها أكبر من الصفر وأصغر من تسعين أو أكتبها على صورة فترة مفتوحة صفر وتسعين طب الربع الأول الإشارات إيه قالك الكل موجب الكل موجب ماذا تقصد بالكل يا أستاذ قالك الجاء والجتة والضاء ومخلوباتهم جميل طب الربع الثاني قالك الها أكبر من التسعين وأصغر من المية وتمانين اللي هي الفترة تسعين ومية وتمانين يا أستاذ مفتوح جميل قالك الإشارات هنا إيه قالك الجاء بس هي الموجب وطبعا عندي الجتة وعندي الضاء سالب طب الجاء مقلوبها مين قطة يبقى أقول له معها القطة بالموجب الجتة مع القاء والضاء مع الضاء تقول له بالسالب هتلاحظ اتنين بس اللي بالموجب من الستة والاربعة بالسالب طيب الربع التالت قالك الضاء هو بس الموجب أما الجاء والجتة بالسالب طبعا ومقلوباتهم طب الربع التالت ده من كم يا أستاذ قالك أكبر من مية وتمانين وأصغر من ميتين وسبعين أو أقول عليه من مية وتمانين وميتين وسبعين فترة مفتوحة طب لو أنا أجيبها لك بالرديان أقول لك بسيطة خالص الطاق دي التسعين دي طاق على اثنين والمية وتمانين طاق والميتين وسبعين اثنين طاق على تلاتة والتلتمية وستين اثنين طاق ايه الكلام الجميل ده يعني أقدر إن أنا أكتب الفترة دي على صورة فيها طاق بالرديان أيوة مش أنت عندك هنا تسعين ومية وتمانين مثلا هتقوله دي طاق على اثنين وطاق تعال بقى أوضح لك حاجة مهمة جدا إذا جابها لأ على أحد الصور التلاتة دي ده معناها الربع التاني الربع إيه التاني لو قال لي إنها أكبر من تسعين واصغر مية وتمانين أو فترة تسعين ومية وتمانين أو فترة طاق على اثنين وطاق مفتوحة دائما كله يبقى ده الربع التاني طب إنت قلت إن هنا الكل موجب هنا الجاء هنا الضاء أكيد يا أستاذ أنا ما اتكلمتش عن الجتة يبقى أكيد الجتة هي الموجب والجاب السالب والضاب السالب جميل زمان وإحنا طلاب درستنا الكلام ده وأستاذتنا حفزونا علاقة جميلة جدا اللي هو إيه الأربع ترباع الكل جائب أجبار من ضايب أظالم جاتوا دهية أو جاتوا دهية ماشي الربع الأول الربع التاني الربع التالت الربع الرابع وممكن نقولها بطرقة تانية كل جميلة ضريفة جتها عريس جميل الكل ده الربع الأول الجميلة اللي هو الجاء الربع التاني ضريفة جاي ضاء التالت جتها عريس الربع الرابع اللي هو الجتة يبقى بأي طريقة أنت ممكن تحفظها عشان تثبت في دماغك هتقدر تجيب لي الأربع الترباع والإشارات بتاعتهم جميل أوي يبقى أنا قدرت أقول لك كل ربع من الأرباع إزاي أو عبر عنه بفترة أو في علاقة متبينة زي كده وقلت لك الإشارات بتاعته جميل أوي أوي الربع الأول من صفر وطاق على اثنين وممكن أقولها أكبر من صفر وأصغر من طاق على اثنين الربع التاني وقلت لك هنا الكل موجب هنا الجبس اللي موجب الظاه هي الموجب الجتة هي الموجب إذن الاتنين التانيين لازم يكونوا إيه بالسالب طيب تعالى نحل بقى أقول لك يعني فينه الربع اللي فيه الزاوية 130 تقول لي يا أستاذ أنا هرسم كده 130 أكيد بعد التسعين يعني 130 هنا يبقى ده الربع إيه الثاني خلصت طب الزاوية 89 30 درجة 30 دقيقة 89 درجة 30 دقيقة يا أستاذ ده ما كملتش التسعين يبقى الربع الأول طب سالب 150 آه السالب يا أستاذ أنت هتمشي الاتجاه ده طب أنا مش عارف الكلام ده مش عارف همشي إزاي أقول لك ضيف عليها 360 دورة كاملة طب ليه عشان أتخلص من السالب تعالى بقى نشوف كده كأنك بتطرح 360 نقص 150 360 نقص 150 طلع عندي 210 طب 210 ده فين يا أستاذ ده يقع بين المية وتمانين والميتين وسبعين يبقى في الربع ايه الثالث طب واحد يقول لي يا أستاذ هي سالب 150 انت قلت كده موجب وكده سالب طب ما هنا كام سالب 90 وهنا سالب 180 السالب 150 يقع في الاتنين دول يبقى الربع الثالث صح بس أنا قلتلك امشي في الطريق المضمون زيد عليها 300 طب تقدر زيد عليها 360 تقدر تجيب لي التلتمية دي آه سالب يا أستاذ يعني همشي كده ادي سالب 180 سالب ها 90 ولا سالب بقى 270 عشان احنا سالب هنا 90 احنا ماشيين كده وانا سالب 360 انت عايز كام سالب 300 طب تعالا كده شوف ماشي 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 انت عدت الـ 270 يبقى الربع الاول طب انا عايز اتأكد اقول لك اضيف لي عليها كام 360 360 ناقص 300 يبقى 60 آه واجبت يا أستاذ فعلا في الربع الاول يبقى كده انا قدرت ان انا اكتب له ايه احدد له الاربع اللي عندي طب بيقول لي بقى هنا عايز القياس الدائري للزوايا هادهالك بالستيني وقول لك هات القياس الدائري ومرة تانية ادهالك بالدائري وقول لك هات الستيني يعني العكس ستيني دائري دائري ستيني آه تقول لي العلاقة فاكر العلاقة هفكرك تاني سين درجة على مية وتمانين يسوي هادال على طاق وطاق هنا بكام ها تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبع تعال نشوف مع بعض قود القياس الدائري للزوايا التي قياسها احنا ممكن ناخد مسألتين ماشي يعني هاخد الايه الاف ماشي ستين ضرب انت عايز تعمل ايه عايز تخليه دائري العدد ده ايه اللي تبصت معاه مية وتمانين يبقى المية وتمانين تحت وطاق هي اللي فوق طيب طاق دي بكام يا استاذ ما انا يسأل لك هتبصت دي معادي يبقى طاق على 3 الطاق دي ب3 واربعتاشر من مية على 3 وعندي في الالة الحسبة لها زرار خاص اللي هو اللي هو اعمل shift اي اي اكس بي هيطلع لك القيمة كاملة 3.1415 احنا بنقربها ل3 واربعتاشر من مية هنقسم الكلام دي على 3 هيطلع عندي واحد فاصلة صفر اربعة وممكن اقربها ماشي هنا عندي فيه سبعة اقول له بالتقريب واحد فاصلة صفر خمسة دائري يبقى الرمز هنا ايه دال الرمز هنا ايه دال تعالى ناخد مسألة كمان جين هقول له السالب 135 درج انت محتاج تحولها الى ايه الى رضيان يبقى طاء على مية وتمانين ودي سالب 135 وهنا واحد بسط السالب 135 على المية وتمانين حط السالب الاول عشان ما تغلطش المية خمسة وتلاتين تقسيم مية وتمانين كام قال لك 75 من مية اللي هي 3 على 4 وضرب في طاء وممكن اقول له هنا دائري واسكت وكده ممكن تبقى المسألة صح بس انا عايزة خليها كام اضربها في 13 و 14 من مية يبقى هقول له 75 في المية ضرب 3 فصل 14 من مية يساوي 2 صحيح فصل 3 5 5 انا اقرب اقلها 6 وقول له دائري رمز ايه الدائري يبقى انا حولت من القياس الستين الى الدائري هو بقول لي اوه دي القياس الدائري اهو جبته لك يا عم ادي واحدة ودي واحدة تعالا نشوف العكس لو انا عندي زاوية ستيني وعايزة حولها لدائري اكيد هنعكس العلاقة اللي كانت عندي انا كنت بقول لك طاعة على مية وتمانين اعكس بقى يبقى مية وتمانين على ايه على طاعة تعالا نشوف المسألة الاولى 48 من الف دائري هنحولها الى ستيني يبقى المية وتمانين تحت والطاعة هي ايه 180 فوق والطاعة هي اللي تحت عشان اضرب العدد ده مية وتمانين طب طب كام يا استاذ ما انت لسه اعيل هنقول له بـ 13 واربعتاشر من مية واضرب الكلام ده اقول له فصلة 0 4 8 ضرب 180 واضغط يساوي تقسيم 3 فصل 14 طلعت عندي كام اتنين نعملها مرة تانية فصل 0 4 8 0 4 8 ضرب 180 النتج ده بيساوي 8 وشوي تقسيم 3 فصل 14 من مية تمام اتنين وفصل كام 75 درجة طب لو انت عايز تحولها الدرجات ودقائك وثواني اقول له اضغط ايه انا علمتك تضغط علامة ايه الزرار بتاع سريكما هيطلع عندي اتنين درجة وخمسة واربعين دقيقة وخمس ثواني وثلاثة وسبعين من مية يبقى هقول له ايه هاخد الخمسة صحيح كفاية وقول له عليها ايه بالسواني يبقى اتنين درجة خمسة واربعين دقيقة طيب تعالي نشوف سؤال تاني جيم خمسة على 24 طا دي يعني اعتقد ان هي حلة نفسها ليه لانه هض هض هاختصر الطا مع الطا دي يبقى انا عندي خمسة في مية وتمانين تقسيم اربعة وعشرين دي سهلة جدا خمسة ضرب مية وتمانين يسوي تسعمية تقسيم اربعة وعشرين يبقى عندي سبعة وثلاثين درجة ونص طب انت محتاج تعمل فيها ايه اقول لك انا ممكن اعملها برضو سريكوما يبقى انا عندي سبعة وثلاثين درجة وثلاثين دقيقة ما في السواني لانه النص هو ايه تلاتين درجة جميل اوي طب اعمل انت في البيت بقى اللي هي واحد واربعة من عشر دائري نفس فكرة دي هنضرف في مية وتمانين على ايه على طا جميل خامس هنا بيقول لي ايه بقى اوجد زاويتين احدهما قياسها موجب والاخر قياسها سالب مكافئة لكل زاوية من الزوايا التي قياسها كالقاتي هي عشرين درجة يا ترى الزاوية الموجبة المكافئة لها ايه هو ايه اللي ما بيغيرش الزاوية جمعة ها المية وتمانين طب حط كده المية وتمانين عندي لو انا عندي في الربع انا ممكن اخليها واحدة موجب واحدة ايه سالب وتأكد انا عايز بقول لك مكافئة يعني هكل لها كل ايه طب لو انا قلت صين عشرين وقلت لك صين متين اه تعالى نشوف انا في الحالة دي ايه اللي حصل عندي طلع نفس الزاوية بلكن ايه الاشارة مختلف طب انا عايز مكافئة لها بالزبط تعالى نشوف نزود عليها تلتمية وستين هذه عشرين زائد تلتمية وستين بقت تلتمية وتمانين لما اقول له صين تلتمية وتمانين تلاتة فاصل اربع طيب وصين عشرين تلاتة فاصل اربع يبقى في الحالة دي عشان اخليها مكافئة لها ماشي هتطلع كام ازود عليها تلتمية وستين بس هو بيقول لي انا عايز ايه مكافئة بس مرة موجب ومرة سالب اقول له بسيطة خالص انا حط هنا تلتمية وستين يبقى انا عندي تلتمية وتمانين دي الزاوية اللي هتطلع مكافئة عليها بالموجب طيب السالب اقول له لو انا عايز الزاوية هتطلع بالسالب وهتطلع عندي قيمتها بالسالب يعني ممكن اضيف عليها كام لو قلت سالب تلتمية وستين يبقى انا عندي صين سالب تلتمية وستين اللي هي تلتمية واربعين هيطلع بنفس القيمة اللي عندي يبقى هقول له سالب تلتمية واربعين طيب يبقى انا عندي مرة موجب ومرة ايه ومرة سالب ده بيقول لي اوجد زاويتين احدهما قياسها موجب والاخرى قياسها سالب مكافئة لكل من ايه الزاوية دي طيب واحد يقول لي يا استاذ انت جبتننا الزاوية دلوقتي العشرين وضفت عليها مية وتمانين كان طلعت ميتين لما جبت صين ميتين طلعت نفس القيمة بتاعتنا بتاع العشرين لكن باشارة سالب يعني لما قل لك جا عشرين وجا ميتين الفرق بينهم ميتين مية وتمانين طلعت هنا فاصلة تلاتة اربعة اتنين وهنا سالب تلاتة اربعة ايه اتنين يبقى الزاوية لو هتطلع بنفس القيمة لكن باشارة مختلفة اللي بيحصل عندي ان انا بضيف عليها مية ايه وتمانين لو هتطلع بنفس القيمة تماما ان انا بضيف عليها كام تلتمية وستين تعالى نشوف فكرة تانية برضو من المسائل اذا كانت زاوية الف واو ميم زاوية في وضعها القياسي في دائرة الوحدة انت قلت دائرة الوحدة وضع قياسي يعني الضلع ده السينات وهنا تزاوية الجديدة بيقول لي اوجد احداث النقطة ميم ميم دي اللي عندي اذا كانت ماشي نقطة ميم دي كانت بنص وجزر تلاتة على اتنين هنا نص وهنا جزر تلاتة على اتنين تعالى افكرك بحاجة انت مش قلتن ان دائما الزوج المرتب اللي عندي الاولاني بيكون ايه جتا والتاني بيسوي ايه جاء عظيم وعندك لما كون دائرة الوحدة مربع الاولاني زايد مربع التاني بيسوي كام واحد اللي هو المتطبقة الاساسية بتاعتي جتا تربيع زايد جا تربيع بيسوح حط معها الزاوية طبعا يعني ممكن اقول جتا ها وجه ها خلي بالك دول بقى اللي احنا هنشتغل عليهم دلوقت بيقول لي ايه هاتلي الدوالي المسلسي اقول له ابشر ادي الجتا زاوية الف واو ميم وادل جا الف واو ميم وادل ضا الف واو ميم وعندي المقلوبات بتاعتهم هاتلي الجتا الاول انا قلتلك في الاول جتا جتا الاولين بتاع النص تاب والجاء الاحداثي التاني جزر التلاتة على اتنين تاب الضاء جاء على جتة يبقى جزر التلاتة على اتنين وهنا نص الاتنين تروح مع الاتنين يطلع جزر التلاتة عظيم انا جبتلك اللي هم مين التلاتة الاساسيين عايز مقلوبهم الجتة فيها تاء مقلوبها قاء تاب دي كانت كام نص يبقى مقلوبها كام الف واو مين برضو هيساوي اتنين تاب الجاء مفهاش تاء مقلوبها قطاء الزاوية الف واو مين برضو هنا جزر التلاتة على اتنين يبقى اتنين على جزر التلاتة تاب الضاء مقلوبها ايه ضاء تاء الف واو مين يساوي هنا عندي جزر التلاتة كأن جزر التلاتة على واحد يبقى واحد على جزر التلاتة انا كده قدرت من ان انا عارف اي نقطة الاحداثي السينات ماشي اللي هو الجتة واحداثي الصادات هو الجاة قدرت اجيب الجاة والجتة وعارف ان الضاء قسمة الجاة على الجتة وجبت التلاتة ايه المقلوبين بتوع التلاتة الدوال الاساسية طيب تعال نشوف التانية بقى سين وسالب سين سين انا مش عاطيك هنا ايه اعداد فيا طرق هتستخدم ايه قالك دائرة الوحدة انا عاطيك هنا سين وسالب سين ماشي دي النقطة اللي عندي النقطة اللي عندي دي جات او دي جاء جميل طب انا بقولك دائرة الوحدة بتساوي ايه بتقولي ان مربع الاولاني السين تربيع زاد الصاد تربيع بالساوي واحد شيل السين وحط ما كان السين دي يبقى سين تربيع شيل الصاد وحط سالب سين بيساوي واحد ربا خليك معايا هقول سين تربيع زائد سين تربيع يبقى سين تربيع زائد سين تربيع تساوي واحد طيب اجمع سين تربيع وسين تربيع كم يطلع؟ اتنين سين تربيع طيب هتعمل ايه؟ قالك هنقصم على الاتنين يبقى سين تربيع تساوي نص طب اي تربيع خد له الجزر التربيعي يبقى سين يساوي موجب وسالب جزر النص يعني موجب وسالب واحد على جزر اثنين طب تعالى بقى انا كنت بقولك السين تنتمي الحهل موجبة يبقى انا السين تساوي سالب نص دي مرفوض يبقى سين تساوي واحد على جزر اثنين فقط طب عوض بقى يبقى هنا الجاتة والجاء والضاء وهنجي مقلوباتهم طيب السين بواحد على جزر اثنين اللي هي الجاتة سالب سين يعني هقوله سالب واحد على جزر اثنين طب الضاء مقابل لانا عندي هنا ايه جاء على جاتة يبقى هقوله سالب واحد على جزر اثنين على واحد على جزر اثنين يروح مع بقى يطلح سالب واحد طيب تقدر تجيب لي المقلوبات بتاعتهم ايوة الجتا قا يطلع عندي جزر اثنين الجا قتا هيطلع عندي سالب جزر اثنين طب الضا هو هو سالب واحد لان دا كأنه مقامه واحد لما قلبه برضو هيطلع عندي ايه سالب واحد جميل او تعال نشوف ايه الفكرة تاني انا جايب لك زاوية في وضع قياسي وضع قياسي هنا يعني تقع في دائرة الوحدة رأسها في المركز وضلعها الابتداء على محور السيناء ده الشرط الاولان وعطي لك النقاط وبقول لك هات لطلع للدوال المسلسية لان انا عرفتك ان المسقط الاول في النقطة اللي هو الاحداث السيني ده الجتا والمسقط الثاني هو الجاء وقلت لك بكل بساطة ان الضا عبارة عن الجاء على ايه على الجتا تعال نشوف مسألة تانية وقبل ما نشوف المسألة انتعالوا نشوف خواص الدوال المثلثية خواص ايه؟ الدوال المثلثية يا ترى هنوصل لإيه للخواص ديت لما نطرح زاوية من تسعين يعني تسعين نقص الزاوية ولما جيب سالب الزاوية يعني سالب ها ولما المية وتمانين اطرح منها زاوية واضيف عليها زاوية ولو طرحت واضفت هل اقدر اوضح وجيبي الربع تماما يعني لما اقول لك الزاوية تسعين زائد ها في الربع الكام تقول لي يا أستاذ هي عدة التسعين والها دي زاوية حدة بالربع التاني تب لما اقول لك مية وتمانين نقص ها تقول لي مية وتمانين دي في الربع ايه التاني صح؟ المية وتمانين لما نقص منها يبقى برضو في الربع ايه التاني تعال ارسمها لك واقول لك ازاي ممكن ايه نشوفها ادي الاربع ترباع بتوعنا تنساهمش عند الصفر عند التسعين المية وتمانين الميتين وسبعين التلتمية وكام وستين جميل خالص طيب انت محتاج ايه الربع الاول ده خلاص من صفر لتسعين انا هجي هقول لك تسعين زائد الزاوية ها يبقى هنا في الربع التاني وممكن اقول لك مية وتمانين نقص ها يبقى كده الربع التاني هقوله بتلات طرق ايه التلات طرق دول انها اكبر من تسعين واصغر من مية وتمانين وممكن اقول لك تسعين زائد ها وممكن اقول لك مية وتمانين نقص ها يبقى انت عرفت كده الربع التاني طب الربع التالت اكيد المية وتمانين هتزيد يبقى مية وتمانين زائد ها اكيد المية وتمانين 270 هتنقص يبقى 270 نقصها يبقى ده الربع التالت طب الرابع اكيد 270 زائدها وال360 نقصها جميل خالص يبقى كده عرفنا الاربع تربع ولما قولك زائد او ناقص طب لما قولك سالب الزاوية هتقولي مع عقارب الساعة ولا ضد عقارب الساعة لا مع عقارب الساعة هتنزل تحت هتنزل ايه تحت هنلاقي الزاوية بالسالب تعالوا نشوف النسب المثلثية اللي عندي هتساوي كام هنا بيقول لي بعض الخواص للدوال المثلثية جاء تسعين نقص هاء تعال افكرك بحاجة مش انت عندك الربع الاول كل الدوال مجابة يبقى على طول ان الجاء والجتة والزاء والزتة هيطلعوا ايه مجابين بس هنا بقى هيطلع المقلوب بتاعهم يعني جاء تسعين نقص هاء هيساوي جتة المتممة اللي هي بتكملها تسعين يعني هساوي جتة هاء يبقى الجاء تروح لجتة تاب الجتة هتروح للجاء اللي فيها تاء هتلاقي ما فيش تاء تاب الضاء هتساوي ايه ذتة تاب واحد يقول لي انا عايز يعني اتأكد انا عارف يا أستاذ تتكلم صح بس عايزة تأكد شوية هقول لك جاء تلاتين ماشي يا عم وجتة تسعين نقص تلاتين اللي هي كام جتة ستين شوف اللي اتنين دول هيساوي بعض ولا لا تعالى بتقال الحزبة كده صين تلاتين بنص جميل امسح كوزين ستين بنص صح يبقى انا عندي جاة زاوية بالساويجة المتممة المتممة يعني مجموحهم اللي اتنين يطلع تسعين طب تقدر تقول لي جاة عشرة هيساوي جاة كام على طول بقى هطرح من ايه من تسعين يبقى تمانين طب تقدر تقول لي جاة عشرين يساوي جاة كام ها اطرح من تمانين يبقى جاة سبعيد جرف في البيت وهتلاقي ان ايه الجاة يساوي جاة المتممة يبقى انا عندي اول حاجة هنا ايه في الاولى دي طلع عندي ان جاة تسعين ناقص الزاوية يساوي جاة المتممة يبقى جاة ها يعني يا استاذ الاشارات ما تغيرتش اه طب الزاوية ها وسالب ها دول بيتمموا بعض تسعين ناقص ها و ها لما تجمعهم يطلع تسعين قال لك تعالى بقى انت عندك الجاة والضاء اللي ما فهمش تأدل دولة فردية هيطلع لك السالب برة هيطلع ايه السالب برة يبقى جاة سالب ها يساوي سالب جاة ضاء سالب ها يساوي سالب ضاء ها جميل اوي طب اما الجتاء دي دالة زوجية يعني هتحزف السالب بتاح يبقى جاة سالب ها يساوي جاة ها واحد يقول لي يا استاذ طيب منين الكلام ده اقول له تعالى اقول لك الارباع جات منين وليه الجتاء ما كانتش كده تعال يا سيدي مش انت عندك هنا الجاة والجتاء والضاء دول بالموجب وهنا الجاة بالموجب وهنا الجاتة الضاء هي اللي بالموجب وهنا الجتاء هي اللي بالموجب اه تمام طب الجتاء موجب فين ربع الاول والرابح اللي هي الزاوية ها والزاوية سالب ها شفت جاتي ازاي اللي تنين دول بالموجب يعني هي لما اقول جاة خمسين وجاة سالب خمسين هيطلع نفس العداد وبنفس الاشارة طيب انا عندي هنا الجاة امتى تبقى سالبة اه يا استاذ هي موجبة هنا وهنا يبقى سالبة في الربع التالت والرابع ادي الجاة سالب وادي الجاة سالب في الربع ايه التالت وايه والرابع طيب الضاء امتى تبقى سالبة هقوله ان انا عندي الضاء في الموجبة في الربع الاول والتالت يبقى سالبة فين سالبة في الربع التاني والربع الرابع علشان كده انا لابد انك انت تبقى عارف ايه امتة تبقى فردية وامتة تبقى زوجية طيب ها ومية وتمانين نقص ها ها ومية وتمانين ايه نقص ها قالك هنا بقى المية وتمانين دي اه جميلة جدا هتعمل ايه اول حاجة ما بتغيرتش النسب يعني التسعين غيرتلي النسب المسلسية الجا جتا والجتا جا لا المية وتمانين هتحفظ عليها بس انتبه للاشارات جا مية وتمانين نقص ها يسوي جاها ليه يا استاذ ده الربع التاني وانا لسه اقيل لك الجا مجابة في الربع الاول والربع التاني على نفس الاشارة طيب الجتا مية وتمانين هتسوي جتا بس ده في الربع التاني ايه يا استاذ الاشارة بتاع الجتا هنا هي اللي بالسالب لان المجاب بس فين في الجا طب الضاء 180 نقص ها ده يستطيع ده في الربع الثاني برضو هتطلع بالسالب يبقى أنا عندي هنا الضاء بالسالب يبقى هقول له ضاء 180 نقص ها يساوي سالب زهر طب لو 180 زائد قال لك برضو 180 ما بتغيرش النسب يعني الجاء هي نفس الجاء والجاء بس نشوف الربع بقى 180 زائد ها أنا قلت لك الربع ايه التالت طب الجاء هنا في الربع التالت ايه سالبة طيب الجتة برضو سالبة طب الضاء هي ايه الموجبة كده احنا قدرنا نقول ايه بعض الخواص للدوال المثلثية وعرفنا لما يكون 90 نقص الزاوية او 90 زائد الزاوية او 180 نقص الزاوية او 180 زائد الزاوية وقدرنا نشوف ام تتغير النسب المثلثية عند التسعين اما المية وتمانين يحافظ على النسبة المثلثية كما هي يعني الجاء تفضل جازة ما هي والجاتة تبقى جاتة والزا تبقى ايه زا نفس الكلام اما اللي بيغيرها لي مين التسعين بس انتبه من الاشارات والاشارات دي هكون في ايه في الاربع الى هنا تنتهي حلقة اليوم مع وعد بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة